منذ انتهاء الانتفاضة الثانية قبل أكثر من 17 عاما لم تشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا وعمليات قتل واعتقال كما شهدته هذه السنة أكثر من 165 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية فيما زادت أعداد المعتقلين عن 2500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري عاما وصفته الأمم المتحدة بالأكثر دموية وحذرت من تبعاته وانعكاساته على الأوضاع وحالة الصراع العديد من دول العالم فيما يعتقد محللون في الشأن الإسرائيلي كان محلل خالدون البرغوثي بأنه انعكاس لحالة التطرف وما أتت به الانتخابات الأخيرة في إسرائيل ما يحدث يأتي في إطار نتائج الانتخابات تولي الصهيونية الدينية المناصب والعمل على الحصول على صلاحيات أمنية قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد والمزيد من سفك الدماء وينعكس ذلك في سلوك الجيش الإسرائيلي في الفترة ما بعد الانتخابات هي فترة دموية ربما أكثر من الفترات السابقة لكن الخطر الكامن وراء هذا التصعيد كما يقول مراقبون هو محاولة إسرائيل إبادة الروح المعنوية لدى الفلسطينيين وكسرها وإخضاعها وإرغامها على القبول بديمومة الذل والاحتلال بدلا من ديمومة المقاومة ورفض هذا الاحتلال في وقت ظلت فيه السلطة الفلسطينية متمترسة خلف مواقفها التقليدية التي لا تتعدى التحذير من انجراف الأوضاع الميدانية والطلب بالتدخل الخارجي لردع إسرائيل وحماية الفلسطينيين المحلل السياسي أحمد مشعل أعتقد أن إسرائيل من ناحية هي تجعل مفهوم النضال الفلسطيني هو جزء من الماضي وإذا أردتم التعامل معنا فلا مجال للعنف ولا مجال لأي أعمال لها علاقة بالكفاح المسلح ومن الجانب الفلسطيني هو ضعيف وضعيف جدا وغير معني بفقد السيطرة على ما يسيطر عليه بالوقت الحالي وإذا كانت السياسة تتطلب من المسؤولين الحفاظ على المواقف التقليدية التي أثبتت كما يقول مراقبون عكمها وعدم جدواها فإن مواقف القادة الميدانيين للفصائل ظلت ترفض السياسات الإسرائيلية بشكل عملي من خلال أعمال المقاومة التي ترتفع وطيرتها في كل من جنين ونابلس شمال الضفة الغربية أمين سر حركة فتح في جنين عطاء برميلي الاحتلال يستهدف هذه المنطقة من أجل المس بإرادة وعزيمة أبناء شعبنا الفلسطيني ولكن نقول لهذا الاحتلال برغم كل هذه الدماء التي تراق على أرض جنين ونابلس وسلواد وكل مناطقنا الفلسطينية المقاومة ستستمر والاحتلال سيدفع الثمن لكن المخاوف التي يعبر عنها كثير من الفلسطينيين تكمن في أن تكون التحولات التي تجري داخل المجتمع الإسرائيلي من ذهب نحو مزيد من التطرف ما يعكسه هذا التطرف من سياسات تصعيدية بداية سياسة مرحلية ستتحول في قادم الأيام إلى سياسة تهجير واقتلاع في إطار تطهير عرقي مبيت كما يخطط لذلك ويعلن عنه بن غفير وزير الأمن القومي القادم في حكومة بن يمين نتنياهو التي ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة لمديئة ماجد سعيد رام الله